اليوم اخترت أحد العازفين المهمين بالعراق اللي هو نبيل حازم الأطرقتي نبيل صديقي طبعاً شخصياً ونبيل من أهم عازفين الفيز بالعراق وخلي أحكي لكم اللي أتذكر عن نبيل نبيل بدأ العازف على آلة الفلوت والكلارنيت وكان يدرس الفلوت والكلارنيت بمنتد الشباب بالموصل والمدرس اللي كلنا نحترمه ونذكره بالخير اللي هو الأستاذ صالح خليل هو اللي درس نبيل ومجموعة من الشباب اللي كلهم أبدعوا وصاروا عازفين مهمين بالعراق بعدين نبيل يحب الأغاني الغربية فتحول إلى آلة البايز غيتار وبدأ يأزف في فرق بالموصل فرق مشهورة بعد ذلك الوقت وكان يسوي حفلات بالجامعات وحفلات تجارية وحفلات بالأماكن المهمة والفنادق المهمة بالعراق بعدين سافر إلى الأردن اشتغل بياي أنا شخصيا وأنا أتشرف بأنه أستغل بياي واستغل بعدين بياي الأستاذ الهام المدفعي وسافر إلى دول العالم يعني سفرات حلوة ومهرجانات وياستاذ الهام ويا عازفين آخرين وعنده لقاءات بناس مهمين يعني هو ملتقي مثلا بالجيبسي كينز وهيش أشياء يعني حلوة وحاليا نبيل يأزف جيتار ويأزف بيس جيتار ويوزع أغاني ويوزع موسيقى لقنوات الفضائية مستمر بالموسيقى بس بنفس الوقت هو الدراسة المهنية هو دارس تربية رياضية وهو مدرس رياضة فمستمر بين اثنين يعني مدرس رياضة وبنفس الوقت يمهتم بالموسيقى وإن شاء الله يستمر بعطاءه ويظل يقدم لنا مع زفات حلوة ويعني أنا مثل ما قلت لكم أعتز بأنه هو من أحد أصدقائي العازف نبيل حازم الأطراك